السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يتكلم عن آخر العطور لشركة أرتال العمانية Forbidden Rose الزهرة أو الوردة المحرمة اسم العطر Forbidden Rose العطار اللي صمم العطر هو كريس كربونيل ما أخفيكم حبي لهذا العطار والعطور اللي صممها والشركات اللي اشتغل معاها طبعا كريس كربونيل معروف هذا العطر من تصميم العطار اشتغل عليه من الصفر مع الشركة ما هو استنساخ من عطر موجود في السوق هذا تصميمه من البداية طبعا الخط العطر اللي ياخذ العطر من حناه هو العطور البوزية والزهرية كذلك فالبوزية يعني العطور الخمرية اللي تعطي ريحة الخمورة والريحة البوزية مع الورد خلكم معا لين أوصف لكم ريحة العطر طيب أكثر ما يركز عليه العطر هي ريحة الورد جاية بلمسة غورموند بلمسة لذيذة كذا لكن ما في مكونات كثيرة في العطر تدعمها الشيء كثر يمكن الفانيليا وكذلك طبعا فيه مكونين أعتقد مكون اسمه كوغناك هذا كذلك مكون خمري والويسكي الويسكي في العطور الريحة اللي يعطيها إياك هي ريحة فروتية مرات تميل لأنها تكون خشبية ومرات كذلك تعطي ريحة سويتية تميل لأنها تكون مكرملة يعني تعطي ريحة تكرمل كذلك طبعا كلها أكوردات عطرية ما هي يعني خذوا المادة الكحلية هذه وحطوها في العطور هي كلها أكوردات عطرية ومستحضرات يعني يتم صناعتها في المختبرات طيب العطر هذا كثير صراحة أجبني واستعملت منه كثير في فترة بسيطة العطر يبي لها مزاج بالنسبة لي عطر حق الأجواء الباردة جميل يعطي ريحة الورد مع تمازج بخوري عودي مسكي خشبي خمري كذلك بشكل واضح جدا فالناس اللي حبون التمييز أنصحهم صراحة بهذا العطر رح أخذكم خلال جولة سريعة على المكونات اللي موجودة في العطر شوفوا ما شاء الله زيت العطر طبعا العطر فتتاحيته جاية من اللابدانم مع البخور الانسس كذلك مع لمسات عنبرية مع الفلفل والكوغناك أو الكوغناك مع الويسكي أما قلب العطر ففيها الفانيليا مع العنبر والبتشولي والورد الهندي والبورد البلغاري كذلك أما أخيرا قاعدة العطر فتتكون من المسك والعود السيوفي الهندي مع حبوب التونكا واللمسات الخشبية شفت أنتوا بنفسكم المكونات اللي موجودة في العطر فإذا دلها شيء دل على أنه شباب قاعدين يتكلفون صراحة بالشغل اللي قاعدين يقدمونه ويستهلون صراحة الدعم أنا شباب أرتال من بداية شغلهم وأنا بصراحة متابع معاهم وشفت وشلون تطورهم ما شاء الله واهتمامهم في جودة الشغل اللي قاعدين يقدمونه فيستحقون يستحقون يستحقون يستهلون كل الدعم مننا كلنا وأشكرهم صراحة على الشغل اللي قاعدين يسوونه واللي قاعدين يقدمونه هذا كل اللي عندي عن عطر فوربيدن روز وأعتذر على اللي طالح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم